مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة منظر رائع منظر جميل هذا ليست بقطارات الندى هذا الدواء قمت برشه سنتعرف عليه في الحين اسمه فوائده نوعه المكونات فطرة الرش بالطبع اكتشفتهم فطرة الرش وهي عند تحجيم الثمار كل هذا سنتطرق اليه في هذا الموضوع نتاجه الى المنتج وسأشارك كل شي معكم اليوم فقط تابع الفيديو الى الاخير صديقيا الفلاح لكي تستفيد ومرحبا بك اذا كنت اول مرة تصل الى القناة يمكنك الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا بسرعة كما يمكنك دعمنا وذلك بضغط سر الاعجاب وترك تعليق يحفزنا او فيه استفسار وسنسعد بالاجابة عليكم في التعليقات او عمل فيديو اذا كان الموضوع يستحق كل ذلك اتمنى ان تكونوا بخير مرحبا بكم اذا اصدقائي اليوم نحن في منتصف شهر جوليا قمت برش هذا المنتج كما تلاحظون سيلفر جرين ودائما مع الاشهار المجاني للمنتجات الفلاحية اصحاب هذه العلامات والشركات لا يتصلون ابدا لدعمنا ولو بالكلام لذلك نحن نقوم بدعمهم بدون مقابل وليت انهم يتصلون بنا لدعمنا ولاشهاراتهم وكل شيء يخص ذلك فقد كرهنا من الاشهارات المجانية اذا نتطرق الى الموضوع مباشرة سيلفر جرين او سيلفر جرين كما تعلمون السيلفر هو مادة الكبريت جرين بمعنى الاخضر نقرأ البطاقة الفنية لكي تعرفوا جيدا عفوا سأخذ وضعية جيدة اذا يقول المعلومات الفنية بفضل احتوال تركيبة سيلفر جرين على المغذيات فانها تعمل على زيادة نمو النبات وتقويته وتجعله اكثر قدرة على مقاومة الامراض ومنع الدخول واختراق هيفات الفطر لانسجة النبات تركيبة امينة بيئيا هذا شيء جيد وممتاز وليس لها اثر سلبي على صحة الانسان ممتاز ايضا او على حيوانات المزرعة والنحل والطيور النافعة وهو الاهم طبعا نحن نسعى الى المحافظة على الكائنات الحية والطبيعة لذلك لا نستعمل ابدا ادوية تضره سواء بصحة الانسان او الكائنات الحية يستخدم بالتناوب مع مبيدات البياض الدقيقي لمن لا يعرف البياض الدقيقي يمكنه مراجعة للقناة وسيجد فيديوات كثيرة حول الموضوع قلنا يستخدم بالتناوب مع مبيدات البياض الدقيقي للحصول على نتائج افضل وللحيلولة دون حصول المناعة على غرار المواد المستخدمة ضد البياض الدقيقي سيلفر جرين كمغذي هنا يعني المحتويات تحتوي تركيبة سيلفر جرين على عنصري البوتاس والكيبريت ممتاز جدا البوتاس هو مفيد جدا الفواكف في هذه المرحلة عندما نقول البوتاس اصدقائي نحن نستعمل هذه المادة بشكل عقلاني ولا نضر بصحة الانسان فقط نمد شجرتنا بما تحتاجه مثل ما يحتاج الانسان ويحتاج جسمه الى مختلف المغذيات لعنصر البوتاس دور مهم في حياة النبات يتمثل فيما يلي له دور مهم في عملية تركيب الضوء وتكوين الكربوهيدرات في النبات له اهمية كبرى في تكوين السيلولوز واللوجنين اذا كان المصطلح صحيح يعني النطق ويساعد على تقوية جذور وسيقان النبات النبات الذي يحصل على الكمية اللازمة من البوتاس يستطيع مقاومة ظروف الطقس القاسية خاصة الحرارة العادية كذلك يزيد من البوتاس مقدرة النبات على مقاومة الامراض هذه النقطة مهمة جدا بالنسبة لي يعني يقاوم ظروف الطقس القاسية خاصة الحرارة وأشجار تشهد تشهد إجهاد حراري كارثي بسبب وصول درجات الحرارة لأكثر من أربعون درجة على مدى أكثر من أسبوعين وهذا شيء يعني قاسي على الأشجار النقطة الأخيرة هام جدا في انتقال الكربوهيدرات يعني سيلفر جرين من أماكن تكوينها في الأوراق إلى أماكن تخزينها في الصمار يعني هذا يعمل مثل شرطة المرور في الشجرة أما عنصر الكبريت فتتمثل أهميته للنبات فيما يذل فيما يلي عند امتصاصه يتحد مع النتروجين لتمثيل الأحماض الأمينية مثل السيستين والميثونين التي بدورها تتحد مع أحماض أمينية أخرى لتصنع البروتين مهم في تكوين الفيطامينات وتركيب بعض الهرمونات له دور هام في عملية التركيب الضوئي يزيد الكبريت من مقاومة النبات للأمراض مادة الكبريت أصدقائي هي جد مهمة للنباتات رأيتم كيف أننا كنا قد استخدمنا الكبريت الميكروني عند الأزهار أو عند تفتح قبل تفتح الأزهار نعم وهو مفيد جدا طريقة الاستعمال دائما أصدقائي فقط ملاحظة دائما يسألني الكثير عن الجرعة وكم يجب إضافة كمية من المنتج في خزان الرش وغير ذلك أصدقائي أنا لا أتكلم على التركيبة والجرعة لأن هذه المنتجات تختلف ويختلف تركيزها مثلا في هذه العبوات تستخدم تركيبة سولفر جرين على محاصل الخضروات والأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية رش على الأوراق بمعدل 300 إلى 500 يعني نصف لتر 500 ميلي لتر لكل 200 لتر ماء يعني هذه العبوة فيها 1 لتر تستخدم بمعدل 300 إلى 500 ميلي لتر لكل 200 لتر عندما تتقدم إلى صيدلية الأدوية يمكنك أن تجد منتج بنفس المكونات لكن الجرعة فيها تركيز أكثر ويجب استخدام أقل من هذه الكمية لذلك أنا لا أتكلم على الجرعات أبدا فقط إذهب إلى صيدلية الأدوية يسأل عن هذه المكونات يعني مثلا هذا منتج يحتوي على الكيبريت والبوتاس ثم سيخبرك البائع كم الجرعة اللازمة أو يمكنك قراءة نشرة هذا الدواء أو يمكنك مرسلتنا وسنسعد بالإجابة عليكم لمن لم ينضم بعد أو يريد التواصل معنا يمكنه التواصل عبر صفحة الفيسبوك تجدون الرابط في صندوق الوصف أو ابحث في خانة البحث في الفيسبوك على قناتنا هي تحمل نفس القناة ونفس صورة البروفيل للقناة قناة الفلاحة والطبيعة أو agriculture and nature إلى غير ذلك هنا في الأخير احتياطات الاستعمال وغير ذلك أصدقائي لذلك أنت يجب عليك أخذ الحيطة والحذر فالعناية بنفسك وسلامتك هو جد مهم بالنسبة لي وهذا ما أصي عليه وأكد عليه دائما لذلك يجب دائما أن تقتني معدات جيدة وممتازة للوقاية عندما تقوم بالرش مثلا لدي أنا هنا كما ترون لدي نظارات خاصة بالرش أيضا قناة للتنفس نوعية جيدة إن لم تكن ممتازة لكنه يفي بالغرض التدخين مضر بالصحة بطبيعة الحال إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو في هذه الصابحة أتمنى لكم حظ سعيد وموفق مع مختلف أعمالكم في البساتين والأشجار وعالم الفلاحة دمتم بخير نلتقي في فيديو قادم في القريب بحول الله إلى لقاء شكرا للمشاهدين